اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله راشد لمعرفة طاقة الإسم حرف الراء حرف مائي طاقته مئتان ثلاث درجات حرف الألف حرف الناري طاقته واحد أربعة عشر درجة حرف الشين حرف الناري طاقته ثلاثمائة ست درجات حرف الدال حرف مائي طاقته أربعة ثمان وعشرون درجة راشد اسم طاقته رقم واحد طبعه مائي في مظهره ناري في جوهره جنس حروفه متساوية الطاقة البرج من خلال الاسم برج الأسد يناسبه برج الدلو الكوكب المسيطر كوكب الشمس الحجر المناسب الياقوت والعنبر اللون المفضل الأسود والأصفر يوم السعد الأحد الصورة القرآنية المناسبة من خلال الاسم هي صورة الحجرات اسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا رحمن يا مؤمن يا مهيمن يا مقيد يا جليل يا ولي يا واحد يا أول يا رشيد يا صبور يا مجيب طاقة اسمك رقم واحد متصل بكوكب الشمس رمز القوة من تأثيرات هذا الرقم على حياتك وشخصيتك أنك إنسان ذو إرادة قوية ولديك ثقة كبيرة في نفسك تتمتع بطاقة إيجابية عالية ونشاط جسدي ونفسي كبير تحب المغامرات الجديدة مندفع طموح تتمتع بالتركيز قادر على اتخاذ القرارات الصعبة عنيد ومغرور دائم البحث عن الفرص الجديدة قيادي شجاع مبتكر مبدع حياتك عمارة عن سعي دائم غايتك تحقيق الاستقلالية الذاتية تعتمد على نفسك كثيرا وتكون محل استشارة مصر على التفوق والازدهار وتحقيق أحلامك مهما كانت الظروف صعبة في حياتك برجك على الاسم هو برج الأسد وهو برج الناري أفضل شريك يناسبه لزواج هو برج الصور أو برج الأسد أو برج الجدي من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسان كريم دافئ القلب مبدع حماسي واسع العقل محب للكلام الجميل وفي سريع في رد الجواب كريم لدرجة التبذير سريع الغضب محب لجمع المال صباق لعمل الخير صاحب المشاريع والحلول كل من يراك يحبك ومن العوامل المساعدة كذلك إذا كانت أرقام ميلادك قوية وبرجك على تاريخ الميلاد إذا كان يناسب برجك على الاسم وكذلك البرج الباطني إذا كان يتوافق مع برج ميلادك وبرجك على الاسم فهذا قد يزيد من حضوضك في الحياة صفاتك من خلال حروف اسمك إنسان عاطفي لطيف اجتماعي محب للمرح والفرح تحب إقامة العلاقات الاجتماعية تبحث عن الاستقلالية بذاتك تعرف أهدافك وتعرف كيف تصل إليها لكنها لا تتحقق إلا بعد تعب ومشقة ضو طموح عالي وأفكار جيدة تحب العمل والحركة تكره الهدوء والسكون عنيد طيب النفس تريد فرض آرائك على الآخرين وإثبات وجهة نظرك مهما كلفك الأمر سريع الملاحظة متشبت بآرائك مسيطر عاطفي وغيور واثق من نفسك ومن قدراتك تعشق العمل وتتحمله لساعات طويلة جيد التصرف مغامر لا تخشى الفشل تهتم بتفاصيل الأمور وتضحي كثيرا من أجل الحفاظ على أسرتك وإسعادها إنسان محبوب جذاب واقعي كتوم تحافظ على أسرار الآخرين يجلب انتباهك أو يلفت انتباهك كل ما هو جميل وجذاب ذو كبرياء عالي سريع باتخاذ القرارات سريع التعلم والاستيعاب غير ثابت وغير مستقر عاطفيا ذكي وتتصرف بفتنة طبعك حاد ومتسلط تحمل عنصريني فقط في اسمك وهما عنصر النار وعنصر الماء عنصراني متضاداني وغير متجانسان مما يسبب لك المشاكل والعراقيل في حياتك في سن مبكرة وتتحمل مسؤولية صعبة تتعب كثيرا في حياتك وتعمل بكل جد واجتهاد وبكل ما أوتيت من قوة لكن أحلامك لا تتحقق إلا بعد تعب ومشقة إن التفرد بقراراتك والتشبث بآرائك وعنادك المستمر يسبب لك الكثير من المتاعب تتعرض للاستغلال من طرف الأشخاص المحيطين بك لطيبة قلبك وحبك لمساعدة الغير تواجهك نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج وحياتك العاطفية متأزمة وغير مستقر عاطفيا قد تفسخ خطوبتك أو قد يحصل لك طلاق لا سمح الله تواجهك مشاكل كثيرة في حياتك وتجعلك كثير التفكير وكثير الهموم لديك فراق من أهل بيتك وفراق الأحبة يسبب أحياناً الاكتئاب والإحباط تحمل طاقة مذكرة في اسمك والطاقة المذكرة لها إيجابيات كثيرة ولها كذلك سلبيات أنت إنسان عصبي ومتوتر وتعالج الأمور بعصبية لا تأخذ المشورة ولا تسمع للنصيحة تحمل حروف المال في اسمك وتكون مرتاحاً مادياً بإذن الله وذلك بفضل عملك الدؤوب المستمر وبفضل تركيزك على أهدافك وطموحاتك والله أعلم والله الموفق